اشتركوا في القناة او انت رأي في اي مجال بقى في اي مجال انت بتاع دا يعني لازم فيه في دور ادي الحكاية هي ادي الجمل ادي الجمال ادي ظروفنا ادي الدين بتاعنا احنا فين رايحين فين احنا الدين بتاعنا الداخلي حيوصل لو استمر هذا العجل حيوصل اتنين تريليون لو استمر هذا الكلام فاحنا لابد ان يكون فيه حرك بداية الحركة هو النهاردة عمل مثال وقود وقالك نصف رتبي متنازل عنه ونصف املاكي كمان فالنهاردة هل حنشوف ده البعض تحرك وطبعا ما عادش حيحصل زي الاول بقى يبقى المرارض من تصرحات وتليفون وحكاية لا 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 خلينا على الارض الواقع نشوف بس انا عندي رسالة هنا بتقول المهندس عادل السيد بيقول لي ان اديت مراتي عشر تلاف دولار عشان تحطهم في حساب زيرو سبعة وثلاثين زيرو سبعة وثلاثين للبنك المركزي قلدها للتبرع ونحنا كمان عندنا حاجات غريبة جدا دلوقتي يعني راحت الست بنك القاهرة فرع الزق زي قال لهم قالت لها هناك الحساب ما تفتحش يعني انا عايزة في مدير الفرع يعني السيد مدير الفرع لو هو الراجل لو ده مدير فرع بحقي وحقي ومدير فرع في بنك بحقي وحقيقي وبنك في حساب بحق وحقي يعني حساب يعني حدي بيحس بحد ده البنك المركزي اخي اللي هو المسؤول عنك اعلن عن فتح الحساب في كل درائد وفي كل قنوات واعلان مال الدنيا كلها حتى لا ما وصلش لسيادتك حتى لا ما وصلكش الورقة ما تقبل الفلوس يا سيدي وبعدين لا 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 ده كلام يعني ما معناه ده كلام درائد يعني هذا الراجل نفى والغى ونسفى لكل الحاجات اللي قال عليها البنك المركزي ده بنك القاهرة فرع الزق زي حساب لهم حساب لهم وبعدين الراجل راح برح البنك الاهلي في الزق زي قالوله ده اقصى مبلغ تبرع عشرين الف اجنية قال له يعني انا مش مصدق يعني هو جايز يكون الرسالة غلط انا مش عارف يعني اقصى فالموم بنته راحته مش يعني شغلانة والموم قال له طب ما تينه بكرة قال لا المواطن اللي رايح عايز يقف أنا عايز عرف اللي بيحصل بقى اللي حصل في البنوك اللي بيحصل في البنوك صغار الموظفين أو كبار صغار الموظفين الحدوثة اللي موجودة دي هل الحدوث دي فيتعمل ده نعمل إهمال ولا دي مقاومة ولا ده رفض ولا ايه فيه ايه فيه ايه يعني يمكن المهندس عادة السيد بيقول لي بيقول لي نسأل المحاسف في البنك نعمل إيه قال تينه وقرأ مرة تانية فبقى هو بيقول المهندس عادة السيد بيقول لي بيزمة دي ناس بتوع اقتصاد اللي بيفكروا عشان تنهض بالبلد ولا يخربوا البلد هي الدولة بتحارب الدولة هي اللي بتحارب الدولة بالله عليك تنشوف حل الحل المشكلة دي أنا ما أشوف حل هي عايزة أقول للبنك المركزي يا سيدي قبل ما تفتح حساباته النبي وتتمطعه وتقوله قرارات يعني استأزنوا السادة مدير الفروع بقى البتاع بنك القاهرة اللي في الزعزي وبتاع البنك العالي وبروع دي استأزنوهم يعني أنا عايزة أسأل حتى لو ما كانش وصل ليه وهو يعلم تماماً ان البنك المركزي أعلن لأن محافظ البنك المركزي أعلن هذا الكلام عندما يؤلن وقول لهم ما فتحش حساب ما تاخدوا فلوس وتبقى تحطها في الحساب أنا أنا مش مصدق ايه اللي بيحصل بقى ايه ايه يعني أنا مش بس عشان خطر ما حدش قولك ده نظرة مؤمرة ايه اللي بيحصل يعني ايه هل فيه ناس النهاردة مش عايزة البلد دي تتحرك لقدام ما هو كده بقصد أو بدون قصد يعني أنا مش فاهم مش فاهم يعني انما حقول ايه ففيه مبادرة معمولة فيه مثال وقضوة عمله الرئيس انما الحقيقة احنا لسه عندنا حاجات كتيرة عايزة تبقى فيها كلام يعني تاني فيه سلام انا سيدة عند اتنين وخمسين سنة نفسي اشوف مصر قد الدنيا زي الرئيس السيسي مقال قبل ما موت يا سيد زبرئيم شفت محافظة اسكندرية ياريت كل الحكومة تبقى كده بس بس خلال بس خلال بس خلال استحيا مصر بس أنا الحياة معرفش محافظة اسكندرية شفتوا في ايه عمل ايه الحسان محافظة اسكندرية يعني ايه اللي عملوا ما قالت ليش الحقيقة وانا يعني مبلغ علمي ان ما فيش حالة عملت يعني الاسكندرية احنا عندنا كمية مشاكل ربما ينكونش هو مسؤول عنها انما بما انه اصبح محافظا الاسكندرية اصبح مسؤولا عنها المخالفات الكتيرة جدا في التعليات والكلام ده كله وما بعد الكورنيش يعني انت ماشي عالكورنيش اه الله يمسيك بالخير يا سيد اللوعب السلام المحبوب بعد ما تعدي بقى من الكورنيش وتخش بقى دوة كده حدسه لحرك فانا ما عرفش السادة المحافظة اللي عايزة يكون نتعامل حالات احنا ما نعرفوهاش هناك لان كان فيه 8 كمية تصرحات فبيقولوا ان ما عروش فيه 6 كم مليار موجود فيه حيعملوا بقى حالات في اسكندرية برضو مبلغ علمي ان ما فيش مليارات او الحكاية كده يعني منين طيب على اي حال احنا انا تمنى ان السادة المحافظين وكل حد من المحافظين انه يعمل اقصر موجود وده اللي مطلوب منهم والفترة اللي جاي مش هتستحمل ان حد يقعد ولا يبلط ولا يعمل ما ما تستحملش اذا الكلام حقيقي مش هتستحمل يعني لستاذ ابراهيم الشواربي بيقول لي استاذ ابراهيم مصري دي ملك لكل المصريين قرنوا مساعدكم توصيل هذه الدراسة طب هي فين دراسة عام ابراهيم لا اي مسؤول ولن تكلف الدولة شيء اذا نفسد عايزين نساهم في بناء مصري بالافكار والرهد والعمل واخيرا التبرع اذا لازم الامر لا مش لازم الامر لا لازم لزء من المهم النهاردة من يستطيع عليه فرض عين ان يتبرع وبعدين انا عايز على فكرة عشان حيكات التبرع متيني نحلها يعني عشان خطر الناس اللي بتكالي طب متيني نحلها عصلا وفي فرض عين مطلوب علينا ربنا طلبوا مننا اثنين ونصف في المية والعشرية العشر وربع العشر العشر في الانبيل ولا في المسيحية وربع العشر في الاسلام ده ربنا اللي قال لنا كده وطلب هذا الكلام وده طلب يعني ده قرار الهي يعني متيني نعمل ده ويبقى لا حد بيتبرع ولا حد ولا حد بيعمل بس انت هتعمل حالة ربنا هلازيك خير عنها لانك انت بتعمل يعني في اطار من يريد ان يقرض الله قردا حسنا كده انت بتسلف ربنا شو بقى لما انت توصل يعني انك انت بتقرض الله قردا حسنا انت بتسلف ربنا سبحانه وتعالى هو ربنا مش اللي فلوس يعني انما هو ربنا بيقولك بيعمل بيدفعنا دفعا ان احنا نعمل خير عشان ناخد قصاده خير فمتي بي نعمل الربع العشر ده متي بي نعمل ربع العشر ده مشكلة يعني ان احنا نعمله يعني وبعدين ده احنا مش لا تبرع ولا حد حيقولك اصل الموضوع واصل اللي ده ربنا قال عليه هي المسألة عايزة تنظيم متين ما الرئيس السيسي برضو كان طلب من من فضيلة الامام الاكبر شيخ الازر فيما يخص الزكاة متين ان نقعد نعمل هزا الكلام ويقعد الازر مع الكنيسة كله كله النهاردة بيدازل لتعمل هزا الكلام متين نعمل الصندوق ده متين نعمل حالة اللي ربنا قال عليه ولو اتعاملت دي اللي حيب عندنا فقير ولا حيب عندنا مشكلة ولا حيب عندنا اي حالة لان ربنا حسبها ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حسبها لان هو اللي رأي بيرزق الناس وعارف ربع العشر ده هيطلع من 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 ده بكام وده بكام وده بكام وعارف الناس اللي محتاج لديه قد ايه وقد ايه وقد ايه وعارف ان احنا ممكن نحل مشاكلنا ازاي مثلا فبيقول لي والله ده والعمل اخير التبرع التبرع ده مش اخيرا انه ما اللي يقدر يتبرع اذا لازم الامر والدراسة القضاء على التقدس المروري نشر الزوء المحترم والقضاء على الاغاني الهابطة والبلطرة وغيرها من السلوكات اللي يرفضها ملتمعنا الاسلامي الشرقي سيد ابراهيم انا في انتظار هذه الدراسة لما تيري حبحتها لستاذ رئيس الوزراء رضا اه بيقول الدعم يصل لمستحقيق الدعم خاصة قهرباء احنا بتقطع علينا النور والدوة حر وفي نفس الوقت بتقطع على اللي عنده تكيف احنا بنحس الحر اكتر لان صاحب التكيف على مبيه للنور بعد ساعة يكون الروة عنده لسه ما حسش بالحر يبقى يتحاسب اصحاب التكيفات والمستخدمين الكهرباء بشريحة ليس مدعمة لتحقيق العدل والمسابقة لان التعبان هو التعبان في الاول وفي الاخر هي المسألة الدعم والمسألة بتاعة من يدفع اكتر والمسألة النهاردة ان العربيات طبع انت ركب عربية بالشيء الفلاني وتاخد بنزين زي بسعر زي الركب عربية بالشيء العلاني مفيش حاجة بكلام ده كله فيما يخص الدعم ده عند ساتك انما فكرة تتحل ازاي اشكالية نسأل الله ان احنا نقدر نحله انما يعني خصوصا في البنزين ما ينفعش واحد يبقى فعلا عند عربية تمنى بالشيء الفلاني عربية غالية بيدان وبياخد بنزين بنفس السعر بتاع تاني طيب ما ينفعش الصفارات الاجنبية اللي هي لتر بنزين عندهم هناك باتنين يورو ولا بتاع بعد كده يعني يوصل خمستاشر او عشرين بنيه وياخد سعر بنزين عندنا بسعرنا اللي احنا هنا ده ما ينفعش يعني لازم يبقى فيه حاجة اكيد اكيد تتعمل حاجة من غير ما ترفع لنا الاسعار في الحاجات التانية بقى لانك انت بتغلي البنزين خمسة سعر الدنيا بتتقلب كلها فايش يشوفهم يعني هم اشرقت بتقول مطلوب مراجعة مرتبات الاعلاميين ومقارنتها بكلام الرئيس وشركات الخاصة يطبق عليها لحد الاقصى والنظر بعين الاعتبار الا محدود الدخل او معدوم الدخل وعمال اليومية ومن هم تأخذ خط الفقر والعشوائيات والنهوض بهم اولا لتحقيق العدالة الاجتماعية هل من مليب والله يا ستة ام اشرقت انت اللي حضرك بتقوليه النهار ده فكرة ازا كنا عايزين ننهد مصر يبقى على كل انه يعمل هزا الكلام ترادع كل المرتبات ترادع كل الحاجات ترادع كل الامور اللي في الدنيا ليس هنالي كمان من هزا الكلام ما فيش مشكلة في هزا الموضوع بصريح العبارة وانا مع حضرتك تماما وقلبا وقالبا النهاردة وزارة الخريرية عملت مبادرة النهاردة من وزارة الخريرية هتبعت النهاردة للسفارات في السفارات هتبعت مسؤولين من عندها في السفارات اللي موجودة في مصر هنا علشان خاطر الموضوع بتاع الاحكام بتاعة قضية الماريوت ديت والسفارات الغضبانة ديت نفسي 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 اسأل سفارة فرنسا وسفارة اسرائيل اي سفارة والكلام ده كلهم قالوا فين غضبكم فين غضبكم ده انتم بتتكلموا على حرية والحرية الاعلام والكلام ده فين غضبكم وانتم بتعملوا تقارير ما غضبتوش الغضب ده ليه لما جاردين قعدت شهر تنزل اخبار كذبة عن مصر ولا متعتذر محدش بتكلم ده ليه ما عملتوش غضبكم ليه في الاخبار المتسوسة اللي بتتحطل المصريين وليه مقصود بيها هذا كلام ما عملتوش ده ليه ما حدش بلغ الكلام ده ليه ما عملتوش غضبكم ولا قفتوا وكلمتوا ولا كلمتوا مع اسبانيا ولا وانتم مع بعض انتم شلة كده في تيسير علوني مراسل بيزيرة السجن وطلع في 2002 ده لا ده سجن طلع في 2012 خلت سبع سنين ما حدش يتكلم في ده ليه يعني ما حدش بيمتعد اوى عالطيارات بدون طيار اللي عملت موت في خلق اللي هي بدون محاكمة وبدون محد يسمع صوته المعلمة ممكن يبقوا مدنيين بس هل انت النهاردة عندك السلطة يا امريكا عندك السلطنتو انك انت تتهم تتهم وتحاكم وتصدر الحكم على واحد من غير ما يعرف هو البتاعه وتموته كمان فين بقى حرية فين الحرية وفين التعبير وفين اي حاجة في اي موضوع بعتوا بقى للسفارات وبيتكلموا وعلى فكرة يعني طب خلي حد من هنا يتكلم لما يلي لاي في اي دولة اوروبية وتقول له على حكم قضايا يقولك ما ينعشكش ومش مطلوب منه ان يقولك مبررات عندنا ايه مش ما بيقولش ده يقولك القضايا ملكش ده وانت بالموضوع ده مفيش مبررات خالص احنا مضطرين احنا نعمل احنا ولادنا هنا مولعين احنا هنا اللي مولعين النار اكتر لان المنظمات الحقوقية هنا اللي مولعها على الدنيا اللي هي بتقبض من بره اللي هي تمولها كله من بره ما لما بيجالها هو في السنة سبعمائة تمنمائة الف دولار في السنة ولا مليون ولا قل ولا اكتر عشان ايه مو عشان حدوته زي دي ولا لو نوم السنين عشان يعملوا ده لانهم ده رزق من تنفيذ سياستهم وضغط على الحكومة حقوق الانسان فين حقوق الانسان طب حقوق المصريين فين حقوق مصري فين وزير الخرينية الوزير سامح شكري قال للسفرات برة رأى مقابلات عدلة مع المسؤولين وزارة الخرينية لطرح بيان مكتب النائب العام حول مبلاسات الحكم النائب العام عام عامل بيان والكلام ده والرئيس على فكرة رئيس السيسي لما تكلم في هذا الموضوع هما كلمتين وبس قال ان احنا لا نتدخل في احكام القضاء وكلام حيقول لكم الدنيا كلها وقفين ضدنا ما هما وقفين ضدنا مين قال ان هما مش وقفين ضدنا وهم اصلا لانك انت النهاردة انت خرجت عن السيناريو وخرجت برة اللي هما عايزينه وما مواقف ضدك هو وهمش وقف ضدك وانت تفتكر يعني الزيتها دي كلها وانا اللي ما بتقوى مش عارف ان دي احكام قضاء وانا ما حدش بتدخل في القضاء رجالته اللي هنا ما بيقولولوش الكلام ده انما سبحانك يا رب النهاردة الاسرائيل النهاردة عملت برضو نوع من الاجتياح النهاردة عمليات اقتحام ومدهمة وتفتيش في الضفة الغربية احنا عارفين ان كان فيه تلات دوندو اسرائيلين من 12 يوم اتخطفوا فينا حتة وراحوا فين الله اعلم قوات الجيش الاحتلال اقتحمت الفجر النهاردة ست مدن بالضفة الغربية البيرة وبيتلحموا نابلس وطول كوم وحنين والخليل ودنين والخليل ومدهمات وبعدين حي المخفية ومخيم بلاطة وشارع تل ودخل البيوت وعمل تحبوات صوت والفلسطيني ضربوا عليهم حجارة في إطار البحث عن الناس اللي مخطفين بتوحم ما حدش قادر يتخيل ان القضية الفلسطينية طبعا ربنا يسمحهم اخوانا اللي قسموا الناسد الفلسطيني وشرخوا القضية كلها يعني عملوا شرخ كبير لدى فكرة ان يكون في دولة هنا ودولة هناك بتقسم يعني هم هم يعني قسموا بلد قبل ما تاخد سيادتها على أرضها وقبل ما تسترد أرضيها قسموا نفسه حماس وبقى فتح وده طبعا في إطار مخطط رهيب لدى طبعا ربنا يسمحهم القضية الفلسطينية لو كان استمر المخطط واستمر الإخوان المسلمين كانت خلصت لانهم كانوا حياخدوا شريحة من الأرض في سينة وحيتيلي حيحصل إزاحة لغزة في سينة وعرب 48 وإعلان الدولة اليهودية حضراتكم مش واخدين بالكم يعني ايه إعلان الدولة اليهودية يعني دولة يهودية دولة أيمة على أساس ديني يعني دولة مش هيبقى فيها أي حد مش يهودي حضراتكم يعني انفعش حد يبقى مواطن فيها ما هو النهاردة اللي مولودين قصد دي أرض فلسطين أرض الفلسطينيين دي بلد الفلسطينيين فالنهاردة هم مولودين إنما العلاقة هم فكرت بقى عايز تبقى فيه إعلان عالمي وبحدود مرسومة لغاية حدود إسرائيل مش معترف بيها مفيش حدود معترف بيها هو كان حيعمله هذا الكلام وهذا الإعلان في الاتفاق اللي كان معموله اللي كان السيد رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور محمد مرسي منفزه موافين عليه إخوان الإخوان المسلمين موافين عليه هم جابوا لإخوان عشان يعملوا ده بيعتبر إن الإخوان هم اللي لهم أرضية في الشارع هم اللي بزيطه هم اللي كان دايما نقول لك بالملايين عن قدس رايحين الهرطبيش اللي كنا بنسمعه زمان طلع لا في قدس رايحين ولا في أي حاجة وكان كل المسألة نصب في نصب وهم بقعوا وسلموا القضية وكانوا بيخلصوا على القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية يجب أن تقف لأن النهاردة لو تنفذ المشروع بتاع الدولة اليهودية دي كارسة يعني يا رب ناخد بالنا ومحدش في أي حدة في أي دولة عربية يقول إحنا ملناش دعب لا ملناش دعب من فيش حاجة ملناش دعب القضية الفلسطينية قضية كل عرب وربنا حيحسبنا جميعا على هذا الموضوع قضية كل عرب حد متخيل من حضراتكم يعني أنت متخيل أنك إنت لو لك بيت في أي مكان اللي هو الملكية الخاصة بتاعتك الصغطوطة دي في أي مكان وقمت الصبح ليت حد قاعد فيه وضرتك في الشارع وكل يوم برقعك على الأهل هو ده اللي حصل متخيلين أن شعب اتخذت أرضك وعايش تحت هذا الاحتلال وبيعمل معاملة غير إنسانية وكل الدنيا تحلفت عليه حد عارق واخد بالهم من حكاية دي أخوانا الشيخ حمد اللي هو خميس الرمع قاعد في إسرائيل على طول الوكيند بتاعه في إسرائيل على طول واخد داله وابنه تميم واخدين بالهم من الحكاية دي راح بتتبرع عشان تبني مستعمرات على أرض دي في الاصطينية واخدين بالكم سايبينه ميزيعه بالأمر الصناعي الصناعي الماتشاب بتاع الده عشان يخلق قاعدة مشاهدة ليه بتعمله تطبيع للشباب العربي كله بتفرن على كرة بعد كده يبقى خلاصوا بتخلصوا بتخلصوا أنت بتطريقكم أنا مش عادرة أفهم قطر عايزة إيه أو الحكام بتوع قطر عايزين للحياة ربنا نسمحكم ربنا نتأمنكم طلعي فاصل الانت اشتركوا في القناة